السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة من فانتاكتيك حلقة اليوم في غاية الأهمية لكل رياضي لكل سوداني اليوم هنتكلم عن مشروع المدينة الرياضية المشروع الحلم لكل سوداني 28 سنة لم ينجز بعد تفاصيل كثيرة جدا جدا هنقولها في هذه الحلقة هنتكلم عنها ان شاء الله قبل وضع الحلقة ما تنسى دائما تدعم القناة بلايك وتنزل تشترك لو ما مشترك ولو مشترك كمان تفاعل زر الجرس دائما لما نجي ماري بالمدينة الرياضية براودني سؤال مهم جدا جدا هو هل حيجي يوم من الأيام وأنا موجود في مدرجات المدينة الرياضية أهتف باسم السودان ما بقول في نهاية إفريقي لكن في أي مباراة حتى ولو كانت ودية اللي هو فكرة إننا ننجز المشروع ده ونهتف من خلاله ونشجع أنديتنا ونشجع منتخبنا ونهتف عاليا باسم السودان وأحيانا بقول لي نفسي وارد جدا ممكن ما تحصل اليوم ده لأن المشروع طال انتظاره 28 سنة المشروع لم ينجز بعد 1993 كانت بداية المشروع ووضع حجر الأساس بتكلفة يمكن بلغت كمرحلة أولى 30 مليون دولار من الزمن داق لغاية الليلة في 28 سنة مروا عليه وقريبا الخمستاشر وزير لغاية ولاء البوشي ملف يا جماعة شائك جدا 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 حأديكم نبزة بسيطة جدا عن الاستقطاعات الحصلت أو التعديات الحصلت من الولاية ومن شخصيات اعتبارية ومن شخصيات خصصة المساحات لمقارب أخرى أو حتى لجامعات الناس بيتكلم عن انه حتى المساحة الموجودة في جامعة تفريقيا تحديدا انها مساحة خاصة بالمدينة الرياضية وفي الناس بيتكلم عن انه مساحة جزء منها وفي الناس بيتكلم عن انه منطقة مصحف جامعة افريقيا اللي هي تقع شرق المدينة الرياضية هي مساحة خاصة بالمدينة الرياضية وفي المساحة اللي هي جنوب جغرافي المدينة الرياضية هي مساحة خاصة بالمدينة الرياضية اللي هي منطقة سكنية ودي منطقة معتراف بيها ومثبتة كانت بنظام تعويضات أو حتى طرحت الدولة للبيع والشراء والمواطنين اشتروها وهم عليهم زنب الزنب كان منظمة الفسادة التي كانت موجودة في عهد النظام البائد طيب لو نحن تكلمنا عن التفاصيل دي كلها خاصة بالمساحة كانت كم والموجود كم طيب هقول لكم الموجود كم من المساحة الناس بيتكلم عن أنه لسه الناس مسمية المنطقة دي لمنطقة المدينة الرياضية يا جماعة المدينة الرياضية كانت زمان لما كانت مساحاتها مليون وربعمائة تمانية وتمانين ألف لكن لما المليون وربعمائة تمانية وتمانين ألف دي أنا أستقطع منها أو أتعدى منها على مساحة بتاعة مليون اثنين وتمانين ألف متر مربع يبقى ما يسمى مدينة الرياضية يسمى قطعة موجودة خاصة بالرياضيين اللي هي موجود عليها ملعب أولمبي لم ينجز بعد اللي هي المساحة المتبقية ربعمائة وستة ألف متر مربع فهنا خلونا نغير الاسم مبدئيا من المدينة الرياضية للملعب الأولمبي اللي هو موجود حاليا والملعب ده من جوه عبارة عن تراك خاص بالعدائين واللي هو الرياضات الأخرى اللي هي المبسطة الخاصة بالعدائين وكمان اللي هو ملعب كرة القدم اللي هو ملعب أولومبي زي ما كل ملعب موجودة في فقيا أو في العالم فده خلونا نصحح المفهوم ده في البداية طيب نتكلم برضو عن واحدة من الحاجات المهمة جدا الخاصة بالملعب ده الملعب ده جماعة الناس زمان استقطبت له أكتر من مستثمر من ضمن المستثمرين القطريين جو حاولوا يشتغلوا في الملعب ده بالتأكيد العقبات هي موجودة عقبات من شركات بيكون كشركاء أو من شركات حابة تدخل عودة أو من شخصيات اعتبارية خاصة حابة إنها تاخد حقها من المشروع ناشف قبل البداية أو تقييدات ممكن تكون ما 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 تجي متكيفة مع الشركة القطرية أو مع المستثمرين القطريين ومشتركوا يشتغلوا في السودان بالمستوى ده. طيب ده هنا انت معناها قطعت كل شي خاص بإنه تجيب من برة أو تشتغل من داخل الدولة. وقبل ما نقول لكم المشكلة مشكلة يمكن تكون مشكلة ادارية اكتر من انها مشكلة اقتصادية. انا كلاميته صراحة بعنيه وبقصده تماما. انه الدولة ممكن تكون فيها مشكلة اقتصادية كمشكلة متجزرة في عملية عملية عدم ادارة الدولة بشكل افضل. لانه المورد موجود والعلاقات موجودة والعالم كله بساعد بعض. فإذا تتبقى العقلية الادارية الموجودة هي العقلية الممكن متعفنة وعقلية قديمة جدا جدا. ما تقدر حتى تدير نادي كرة قدم خليك من انها تدير دولة. حاليا انا اتغيرنا والنظام يتغير وحاليا ملاقينا في دولة فيها حرية انك تتكلم وفيها حرية انك تعرض وفيها حرية انك تناقش. وكمان حكومتنا الموجودة حاليا اعتقد انها حكومة حاجزة تشتغل على انه الدولة تكون افضل. فنتمناهم انه يحاولوا ادونا الكلام ده ادونا المفاهيم ده في انها تبرهم بشكل افضل كمشاريع ينجاز المشاريع الزي دي ولا لبوشي لما انها اشتغلت على المشروع بشكل افضل. نتمنينا ان الموضوع ينجز بشكل افضل في الفترة الفاتت. لكن ما اسمعنا حتى في مؤتمر صحفي بعد مشت انه المشروع عملت فيه شنو او ينجز شنو او ما انجز شنو والعقبات كانت واحد اثنين تلاتة اربعة. نتمنينا انه مشاريع زي دايما يكون فيها اللي هو تمليك الرأي العام المعلومة الكافية لانه ما اعتقد انه في سوداني ما منتظر انه مشروع المدينة الرياضية يكتمل ويبقى بحلة زاهية لانه مشروع قومي من المعالم البلد انه فيها المدينة الرياضية زي ما الدول كلها عندها مدن رياضية متكاملة او خلونا نتكلم برضو انه هو الملعب الاولمبي اللي هو موجود حاليا لما يكون ملعب عالمي بمواصفات عالمية حتى الناس بتوجه تاني انظار للسودان في ان المباراة بين الهلال والمريخ حتكون في الملعب الاولمبي السوداني بامكانيات عالي جدا حتى امكانية التصوير حتكون مختلفة امكانية النقل الاعلانات كله شيح يكون مختلف تماما حتى من الملعب الموجودة حاليا والناس لما زهرت الملعب العلمي الموجود حاليا في منطقة في المنطقية تحديدا بالتأكيد الملعب ملعب كبير جدا جدا ويسع بالتأكيد لاكتر من ستين الف متفرج ودي واحدة من الحيات الممكن تكون كويسة جدا ومحفزة جدا لانه مفروض كل انك رياضي نجيف ورى المشروع ده لغاية ما يكتمل واحدة من الحاجات اللي ممكن كان صراحة انتظرت انه فيها اللي هو انفانتينو جيان انفانتينو لما نجد سودان في زيارة الشدادة انه ياخده من يديه وقل له سيب كل حاجة في مكانه وراح نمشي نشوف المدينة الرياضية الحاصل فاشنو لانه لما نجي يتكلم عن شيخ الاستاذات في افريقيا اللي هو استاذة غرطون برضو ممكن تكون عايز مجرد حاجات بسيطة جدا ممكن تتزبط بين يوم وليلة او حتى يعني من ضمن المشاريع الممكن بياخد الاتحاد الافريقي اللي هو تطوير كرة القدم في الاقليم بالشكل العام والسودان عنده حق وكل الحق في الكلام ده من مؤسس لأول فايزة بطولة افريقية لدولة بالتأكيد تحتاج لانه الناس يقيفوا معاها برضو زي ما قلت لكم هل هي العقلي الادارية المفروض تحاول تنور الاتحاد الافريقي بالكلام ده فالمدينة الرياضية كان اولى بانها تكون فيها زيارة من آآ رئيس الاتحاد دولة لرئيس الفيفا ويكون موجود عشان يقدر افهم شانو الحاصل في المدينة الرياضية بغرة الفسادة اللي كانت موجودة احنا قلنا انها انتهت ومشت مع النظام السابق بعد ذلك يكون في محاسبات في الاتجاهة التانية لكن احنا ما نقعد نخدها لاخدها وننتظر المحاسبات لغاية ما تتم ونسخل المدينة الرياضية موجودة وبنحنا بنبحث عن تطور كرة القدم مع انه ملعب لو تمانية وعشرين سنة ما قادرين ننجزه فخلونا نكون منصفين ونشتغل على الملعب ده بشكل افضل اتحاد كرة القدم مع كل الرياضيين مع كل حتى حتى بشكل عام مفروض نشتغل على الملعب ده نشتغل على انه كل الصفحات تشتغل في انه الملعب ده لازم ينجز في فترة مثلا اقلها سنة سنة شوية نقدر نشاهد من خلاله كرة القدم بشكل مختلف نقدر نشاهد من خلاله سياسيين ورياضيين اداريين للدولة بشكل عام عندهم الوطنيين بتخليهم انه مقيف وقدامنا يقولوا نحن حنخدم البلد ونخدم عنكم البلد ونحن موظفين لدى السودان فملفات كثير جدا ممكن تكون في الفترة جاية نفتح لكم هنا في القناة نتكلم عنها بشيء من التفصيل ناخد وندي معكم فيها نازل يمن تكتب ارائي في الكومنتات عن المواضيع التي نكتبها عندك معلومات عن المشروع ده اكتب عنه لكن والله يجب مع تمنياتنا دايما انه نحن بلدنا تمشي لقدام خطوة ونشوف ومن جيف في مكاننا ونقول خلاص ده افشدوه ناس فلان تاني ما بقوم لقدامي يعني مثلا زي مشاريع بتطوير الاتحاد الافريقي او بتطوير الالكاف او بتطوير مثلا الاتحاد دولي قرط القدم لي انا ما اخذ الملف كامل واعمل موفد ومندوب او اعمل لجنة بشكل عام تتابع الملف وتابع اليه عشان اقدر في النهاية انجز الملف ده تدير الاتحاد الدولي والناس يكون في متابعات بيناتهم من انا عايزين ملفنا ان شاء الله في سنة الفين اتنين وعشرين يكون من ضمن الملفات الحاد توخز بالاعتبار في انها تنجز في السنة الجاي او السنة البعدها اعتقد الملفات ممكن تنجز بطريقة افضل ده اذا كان انت ما اشتقلت علي مجال انك تتحاول تستجيب مستثمرين او شركات عالمية في انه تعالوا انجز الملعب واستخدموه بالطريقة اللي انتوا شايفينها مناسبة الدولة ان احنا فرصين نلعب فيه المباريات الدولية سواء كانت ودية او اعدادية او حتى مباريات اللي هي في في الاطارة التنافسي سواء كان هلال مريخ او مباريات الديربيات نلعب فيه عشان نقدر نستجيب عندك الدخل واخده عندك الاعلانات عندك الاستثمار بشكل عام عندك الصالات نعمل لك فنادق ممكن تكون مساحة مميزة جدا موجودة اعمل ملعب رديف اعمل تفاصيل كتير جدا ممكن تستفيد منها كملف يكون محترم ينجز ويرفع لوحدة من الشركات ممكن تستفيد منه بشكل افضل اقل الله ونحنا زي ما قلنا انتهينا بمنظومة الفساد اللي بتقول عايزين حقنا بالجنبه ويلا ينهي تكون موجودة تاني من الاول عايزين حقنا لو كانت موجودة بكون على الدنيا السلام. شكرا لكم كثير للحسن بتابع ان شاء الله دايما تأمين والأمين. شكرا لكم.